قلت اعترف انه دخولك اه اه كمدرب حراس مارمال فريد اول نادي الاهلي خلق ازمة وفجوة كبيرة جدا بينك ومن الكابتن اكرامي من ناحيتي انا لأ انا بقولها الاول مرة اه انا بقولها الاول مرة ايه وان ده طبعا حسه نعم حسه اه حسه طبعا نعم وحسه حتى من خلال شريف كمان اه حس انه في شريف العلاقة بيني وبين اكرامي مؤثر عليه هو يعني مؤثره بعلاقته بي اه مع ان شريف انا مربي انا اخترته وانا ربيته وانا يعني اللي ايا فيه كتير وكان اكرامي دايما يزعل اقوله شريف اه ابنك على البطاقة اه لكن هو ابننا اه فدي عملت انا حاسس ان فيه اه يعني حتى علاقة شريف بيا ما ما بقيتش زي الاول يعني برضو اه حتى وهو موجود معاك في الملعب لا هو موجود معاك في الملعب المثالي المحترف اللي ما تقدرش تمسك عليه غلطة شريف انسان محترف بكل معنى الكلمة وطبعا انا بيتمنى له التوفيق في لانه انا بيعتبر له عبد الرحمن وحسني هو تليتهم او هو البكري تقوله تحترف ان طريقتك في الكلام وتزوئك وجمالك في الكلام بيخليك تخبي حاجات كتيرة جدا جدا جواك ما بترضش قلها طب اه لو انت عايز تحتفظ ان انت ما تكونش سبب في جرح حد او مش جرح او سبب في الناس بتبقى عايزة تعرف الحقيق ما في حقيق برضو انت لازم تحتفظ بها لنفسك عشان اه ما تتبقاش سبب في ازا الاخرين يعني لكن انا النهاردة زي ما قلتلك علاقتي بالكابتن اكرامي اتكلمت فيها اه اتكلمت فيها بمنتهى الحب اه لانه انا طبعا نفسي تبقى علاقتي بالكابتن اكرامي علاقها طيبة ما بتتقابلوش بنتقابل بس في فطور طبعا مش اه بس بتسلم على بعض بس السلام مش جايد اه انا من ناحيتي قلتلك انا اه لكن مسلا اتعرضت معا الموقف اه يعني كنت في الزرال الدكتور عمر ابو المجد نعم اه في مكتبه وقاعد مع الدكتور دخل الكابتن وقاعد اه وعمل احاقات بان انا قوم اه ودي كانت طبعا مش مش وجعتك جدا اه لان انا بحبه يعني بحبه هو كمثل لنا كلنا مع تبتوش لا لا خالص خالص واول مرة في حياتي يمكن اقول لحاجة زي كده نعم الدكتور عمر الرجل الاكاديمي الدكتور عمر بقى هو اللي كان في منطل حزن والاسى اه لان الدكتور عمر كان خلاف حصل بيني وبين الكابتن اكرامي والدكتور عمر جمعنا اه الحياة على غدا الحياة دكتور عمر كان محرق جدا اه وكلمني واخد بخطري يعني انا طبعا الدكتور عمر بالنسبة لنا طبعا مش عايزين نتكبره هو الاب لكننا لا لا هو الاب يعني هو اللي جاء هو الاب الروح بدايتك كانت معاه نعم كابتن احمد نجيت